هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفته بالعنوان اليوم يا أصدقائي هو الفيديو الثاني تبع تحديث موسم المهن وبهذا الفيديو يا أصدقائي رح أخبركم عن جميع أماكن سناديق التحديث واللي رح يكون عددهم يا أصدقائي بالمجموع خمس سناديق فتابع معي يا أصدقائي الفيديو هذا من الأول للأخير لحل تتعرفوا هذه السناديق وين أماكنها وين رح تلقوها وطبعا يا أصدقائي لازم تأخذوها لأنه فيها كثير جوائز أكثر شي فيها جواهر وواحدة من الصناديق فيها بيضة تعطيكم حيوان انتم تخيلين فكثير بيجننوا هذول الصناديق ولازم تلاحقوا عليهم فقبل كل شيء قبل كل شيء يا أصدقائي لا تنسوا لا تنسوا هسه تدعموا هذا الفيديو بكثير ليكات وأعبدا شاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وبس هسه يلا نبدأ بالفيديو فلتس جو كمان بالمناسبة كتبوا لي بتعليقات شرايكم باللوك تبعا اليوم اليوم قررت أني ألبس ملابس تبع أمين صندوق السوبر ماركت فشرايكم كثير بتجنن فعالعموم الصندوق الأولان يا أصدقائي مكانه كثير فخم حسيته فهو هذا كثير حلو كثير حلو ليش لأنه يا أصدقائي مكانه لأول مرة ينحط بهذا المكان وثاني شيء يعني هيك بيكاكسيم سويت لكم متاهو أجواء شوي يس متنكر ما بين كل هاي الصناديق فيس رح تلقونا عند متجر نافانة للصناديق فيلا أخذتها السوشن جواته أجواته ثلاث جواهر شلتوا يا أصدقائي قلت لكم الصناديق هذي تبعها التحديث فيها جواهر فمن أولها جواهر حلو طبعا يا أصدقائي هستدين لبعد أربع صناديق فصندوق الأول أخذناه تمام يلا هسا أخبركم عن مكان الصندوق السري الثاني فوين رح تلقونا هياتورة الإجابة باختصار رح يكون هنا لحظة رح نلقاه يا أصدقائي عند أمين صندوق سوبر ماركيت فطبعا ورح تلقونا ما بين كل هاي الخضروات و هاي الفواكه والمحاسبة طبعا يا أصدقائي باختصار هتلقونا خلف هاي مكينة المحاسبة ولكن يا أصدقائي نفس ما تشوفون صندوق لازم شوي تعقيدات فلحتى تاخذونها يا أصدقائي لازم تستخدموا مشية البيبي واللي دائما يا أصدقائي أنصحكم لازم تكون عندكم لأنه بنستخدمها في الصناديق بنستخدمها في كل الأشياء تقريبا فتمام يلا شوفوا هذي هي أوكي و هس يا أصدقائي لنأخذ الصندوق و نشوف شنو بداخله فاكتبوا لتوقعكم شنو تتوقعون أوه فيه 800 كوينز أوكي فتاني صندوق فيه كوينز يا أصدقائي هس رح رجع المشية الطبيعية تبعتي لأنه مستحيل أكمل الفيديو بهاي المشية تبع البيبي فحتى الشخصية ما رح تكون ظاهرة كويس بالشاشة فهس يا أصدقائي ضاين لثلاث سندوق أوكي فاوين تسوقعون رح يكون الصندوق الثالث وين يا ترى وين الإجابة باختصار يا أصدقائي رح نلقاه عند بيت الدونات لازم تدخلوا لبيت الدونات داخل بيت الدونات فهو موجود يا أصدقائي داخل مدينة الروبوتات طبعا يا أصدقائي هس سوين رح تلكونه رح نلقاه في الطابق الآخر يلا أوكي أوكي تمام طبعا هس ممكن تساءلون بأي غرفة ممكن نلقى الصندوق ولكن الإجابة باختصار ما رح نلقاه في أي غرفة لازم تجون شوي 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 لهاي الزاوية وهذا هو الصندوق أوكي فاعتقد رح يكون فيه جواهر أيوة أيوة فيه ثلاث جواهر يا أصدقائي حلو ثلاث جواهر كل هاي الأشياء وهاي الجوائز رح تتعدكم عشان جمعون جواهر وكوينزات بأسرع وقت وبالتالي رح تقدرون تشترون أشياء تبع التحديثات وأشياء نفسكم فيها أوه مني يتذكر بيت الدونات أوكي فعالزمان ما دخلت لحتى نسيت كيف التصميم تتذكرون المهم طبعا يا أصدقائي هسا يلا نشوف وين مكان الصندوق الرابع وما قبل الأخير في تحديث موسم المهن فلتس جو هسا أخبركم عن مكان الصندوق فتعالوا أوكي فطبعا يا أصدقائي الصندوق رح نلقاه عند الروبوت ولكن هل يا تورا رح نلقاه جواهة الروبوت أو خارج الروبوت فالإجابة رح يكون عند خارج الروبوت وبالضبط عند القبعة فايس كمان الروبوت سبوا فيه يعني هيك تغيرات وأكسورات بمناسبة التحديث أوكي فشوفوا يا أصدقائي الصندوق أيوه هذا داخل 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 النظارة فلازم هسا نتسلق لهناك وهذا هو أخذناه وجواته ثلاث جواهر كمان فهسا تقريبا عدد الصناديق اللي فيها جواهر هي ثلاثة إلا صندوق واحد فيه 800 كوانز أوكي فهس يا أصدقائي أخذنا أربع صناديق وهذا يعني إنه لسا عمنا صندوق واحد وهو الأخير وهو الخامس بنفس الوقت فوين تتوقع يا أصدقائي رح نلقى الصندوق الأخير كتبوا لي توقعاتكم بالتعليقات وعلى فكرة الصندوق الأخير يا أصدقائي هو اللي رح يكون فيه بيضة اللي رح تعطيكم حيوان نفس ما قلت لكم في بداية أو مقدمة الفيديو فكمان يا أصدقائي لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شن رأيكم بتحديث موسم المهن تبعها السنة أنا حسو كثير حلو كثير فخم كل الأشياء اللي نزلت كثير حلوة فلحتى ناخد الصندوق الأخير لازم ندخل للأركد فلتس جو أوكي فالصندوق رح يكون جوات الأركد أو على فكرة ما دخلت حتى للأركد داخل فهس رح سكشف معكم لو فيه تغيرات تعديلات أوكي طبعا شوفوا أوه كريزيران صارة متعطلة هنا أوكي طبعا يا أصدقائي الصندوق رح يكون داخل فريزينج فان فريزينج فان يلا ندخل هس على فريزينج فان لكن قبل كل شي لازم ننتظر العداد عشان يخلص فثلاثة اثنين واحد وهيه يخلص أوكي أوكي هس كمان رح يحمل يلا ننتظر كمان فأحس هذا الصندوق تبع فريزينج فان تقريبا من أصعب صناديق تبع هالتحديث أوكي لانه مكانه بالبداية ما رح يخطر على البال لازم حد يدليكم على المكان أو يخبركم على المكان بعدين رح تعرفوا وين رح تلقونا فنفس هسه فعلى العموم يا أزقاي تتبع معاي الحين وركزوا معاي في الخطوات فلازم نمشي ماشي عادي لهون بهذا الاتجاه بالضبط بعدين يا أزقاي لما نوصل لهاي النطيطة رح نصعد عليها عشان نصعد لفوق أوكي فهاذي أوكي زي كذا وبعدين يا أزقاي رح ندخل على هاي الغرفة بعد ما ندخل لها ترى هذا هو الصندوق أوكي رح يكون جواتوا ببيضة نفس ما قلت لكم وهاي البيضة يا أزقاي رح تعطيكم بالآخر حيوان من حيوانات بيكاكس دي انتوا وحظكم وبس يا أزقاي هذه جميع الصناديق تبع التحديث يعني بعد هيك ما في أي صندوق فهذه هي الصناديق بالمجموع واللي هي خمسة طبعا يا أزقاي روحوا وخذوها هسه لانه فيها جواهر نفس ما شفتوا وفيها كمان كوينزات وكمان فيها بيضة وبس فجوائز كثير حلوة صراحة وما تفوتوها عليكم وبالمناسبة هذا هو الفيديو اليوم دعموا بكثير لايكات وعذا نشاركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وانشروا هذا الفيديو مع بقي أزقايكم لحتى الكل يستفاد وبس مع السلامة باي باي السلام